يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الدموعة فاسعوا إلى ذكر الله تخبرنا المصادر التاريخية أن واحدة من أهم التحديات التي واجهها الإمام علي عليه السلام بعد استلامه الحكم في سنة خمسة وثلاثين للهجرة هي مشكلة الفساد المالي هذه المشكلة التي كانت تؤدي وأدت إلى مشاكل أخرى على الصعيد الإداري على الصعيد الاجتماعي على الصعيد العسكري على الصعيد الأمني على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الحقوقي وغير ذلك من هنا نجد أن علي عليه السلام كان حريصا في ثاني يوم من مبايعته على الحكم وفي ثاني يوم خطب في الناس فيما يتعلق ببيان الإجراءات والسياسات وخلفيات ومباني هذه الإجراءات والسياسات الإصلاحية في محاربة الفساد المالي المستشري في ذلك الوقت المصادر التاريخية التي نقلت هذه الخطبة مصادر عديدة ولكنني آثرت أن أنقل لكم من كتاب معاصر ألفه أحد علماء السلفية في المملكة العربية السعودية وتوفي سنة ألفين واحد للميلاد وصلى عليه أكبر علماء السلفية في ذلك الوقت في المملكة الكتاب اسمه موارد الضمآن لدروس الزمان وهو الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان هذا الكتاب مخصص للخطب والأحكام والمواعظ والوصايا وغير ذلك يقول فيه قال رضي الله عنه يعني علي عليه السلام في خطبته عقب البيعة له أيها الناس إنما أنا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عليكم يعني القانون سيطبق على الجميع وأول من يطبق عليهم أنا وإني حاملكم على منهج نبيكم ومنفذ فيكم ما أمرت به يعني ما سأقوم به وما سأعلن عنه إنما يأتي من أين من عند الله عز وجل من أمر الله ومن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هذه المقدمة في الخطبة كانت ضرورية مهمة لأنها تبين أسس ومنطلقات السياسات والإجراءات المالية التي سيعلن عنها علي عليه السلام لكي لا يحتج أحد ويقول على أي أساس أنت تلزمنا بهذا الإجراء الأول ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان القطيعة هي الأراضي العقارات التي تعطى لطرف ما فكانت هناك عقارات قد أعطيت لأناس من دون استحقاق من دون مساواتهم بالآخرين بل بتفضيلهم على الآخرين وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال طيب لماذا تتخذ يا علي هذا الإجراء يبين الإمام عليه السلام القاعدة العقلية والشرعية لهذا الإجراء ما هي القاعدة فإن مع أن الأمور لرب مرت عليها سنوات يقول علي عليه السلام فإن الحق لا يبطله شيء يعني الحق لا يسقط بتقادم الزمان الآن مرزما طويل البعض يقول خلاص عفو الله عما سلف علي عليه السلام يقول كلا إذا كان هناك تمايز بين الأشخاص هذا فلان الفلاني علي يقول كلا طيب هذا عنده الصفة الفلانية هو والي هو مسؤول هو رئيس كذا علي يقول كلا قد يقال طيب هناك خطأ في الإجراءات سابقة وهذا الخطأ يسقط بالتالي الحق علي يقول كلا أحيانا شوفون يتم امساك تاجر مخدرات كبير مع مخدراته إلى آخره لكن في إجراءات الضبطية يقع خطأ مثلا ما يحطون تاريخ أو يحطون تاريخ غلط فتسقط القضية وهذا التاجر الكبير يخرج كالشعرة من العجيم علي عليه السلام يقول هذا الكلام ما يمشي عندي ما في مثل هذا الأمر أحيانا بمرور السنوات تتعقد الأمور تتشابك هذا العقار انتقل من الموهوب له باعه لفلان وفلان باعه لفلان وفلان باعه لفلان خلاص تعقدت الأمور عفى الله عما سلف علي يقول كلا فإن الحق لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرق في البلدان لرددته هذا الإجراء الأول وهذه القاعدة الأولى التي على أساسها الإمام يقول أنا سأنفذ هذا الإجراء طيب ما هي القاعدة الثانية لهذا الإجراء ضرورة التزام العدل في الحكم هذا ثانيا فإن في العدل سعة أو فإن العدل سعة ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق من يعتبر أن تطبيق العدالة سيخلق المشاكل ويعقد الأمور إذن نغض الطرف علي عليه السلام يقول قبول الجور والرضى به كل مفردة من مفردات الجور والظلم ستخلق عشر مثلها وكل واحدة من هذه العشرة ستخلق عشرا من صور الظلم وهكذا إذن هي كالغد السرطانية متى ما تركناها فإنها ستقضي على كل شيء ولذن إذا كان اتخاذ مثل هذا الإجراء في إرساء العدل سيخلق المشاكل نعم أنا لا أقول بأن الأمور ستمر بهذه السهولة ستكون هناك حالات وصور من ردود الفعل من إثارات الفتن ولكن هذا أفضل من صورة أننا سكتنا على الظلم والفساد لأن الأمور ستتدحرج بشكل سريع إلى الهاوية ثم استشرف أمير المؤمنين علي عليه السلام المستقبل قال أنا أعلم أن المنتفعين من ذلك الفساد المالي أن هؤلاء لن يسكتوا سيزورون الحقائق سيفترون عليه سيخلقون الفتن سيجيشون الجيوش وسيثيرون الرأي العام علي وسيستخدمون أدوات من قبل القبلية وغير ذلك أنا أعلم كل هذا ولكن هذا لن يثنيني عن المضي في هذا الإجراء أيها الناس ألا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا هؤلاء الرجال منتفعون هؤلاء سيتضررون من إجراءاتي قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيل واتخذوا الوصائف المرقعة إذا منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون لا يقولون شنو حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا هذه ليست حقوقكم هذه حقوق الناس أنتم أخذتموها من دون وجه حق القاعدة الثانية إذن إقامة العدل أمر ضروري فبالعدل استمرارية الحكم هذا ثاني ثالثا القاعدة الثالثة لإصراري على هذا الإجراء هي ضرورة التزام المساواة بين المسلمين في العطاءات علينا أن نفرق بين أمرين الأجور والرواتب وبين العطاءات والهبات التي تقدمها الدولة الأجور والرواتب الأجور والرواتب هي بحسب الوظيفة موقع الوظيفة شهادة الإنسان عطاء الإنسان في إطار هذا العمل هذا هي تنفاوت فيه الناس ولكن في الهبات والعطايا التي تقدمها الدولة عند علي عليه السلام كما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمون كلهم سواسي في ذلك لا يمتاز أحد لا بالإسم ولا بالموقع الذي يشغله ولا بتدينه ولا بطول لحيته ولا بالعنوان الذي يمثله ولا بكونه رئيس قبيلة ولا بإسم القبيلة ولا العائلة ولا الدولة التي ينتمي إليها ولا البشرة ولا غير ذلك الكل سواسية ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار هؤلاء كانت لهم الميزة على سائر المسلمين في ذلك الوقت أنهم السابقون في الإسلام هل نميزهم بالعطاء يقول علي عليه السلام ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أن الفضل له على سواه بصحبته بهذا العنوان غلطان غلطان فإن الفضل غدا عند الله نعم هذا اللي قدمتموه من خدمات للإسلام وين تحصلون نتيجته عند رب العالمين وليس في الدنيا في التمايز في العطاءات وثوابه وأجره على الله أما في هذا المال أما في هذا المال فالمسلمون في العطاء سواسية وعلى هذا الأساس على هذه القاعدة الثالثة أعلن علي عليه السلام عن البند الثاني من سياسته المالية وهي تساوي المسلمين في هذه العطاءات ألا وأيما رجل استجاب لله ولرسوله فصدق ملتنا ودخل ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده حقوق وواجبات فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية ولا فضل فيه لأحد على أحد هذا في الدنيا وللمتقين عند الله أحسن الجزاء يوم القيامة إن شاء الله إيمانك زايد تحصل الجزاء عند الله عز وجل بالطبع حتى نفهم هذه الصورة التي قدمها علي عليه السلام وارتداداتها بعد أن خطب علي وبين ذلك علينا أن نبحث عن الشواهد التاريخية وفعلا المصادر التاريخية عكست لنا بعض ردود الأفعال حتى من أقرب المقربين لعلي عليه السلام من المخلصين له من المحبين والبعض لربما من أصحاب المصالح نأخذ هذا الشاهد الذي أيضا جاء به السلمان في كتابه المذكور يتحدث هذا النص عن محاولات البعض لإقناع علي عليه السلام بتأجيل القرار مو وقته أو بإعطاء استثناءات لبعض الأشخاص هذه لا تتحرج فيهم أو بالمدارات داري بطريقة ما بالتالي لا تنفذ يا علي ما وعدت به في هذا الخطاب الرواية هكذا وروي أنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة أنا أنقل من الكتاب من أصحابه يوما فقالوا له لو أعطيت هذه الأموال ووصلت بها هؤلاء الأشراف يعني مو بس تسكت عن السابق شوية هم شنو وزع فلوس زايدة على بعض العناوين بعض الأشخاص ومن تخاف فراقه حتى إذا استتب لك ما تريده عدت إلى ما عودك الله من العدل في الرعية والقسمة بالسوية إن شاء الله بعدين الآن المسألة مو وقتا هذه الكلمة قد تبدو للبعض عقلائية وحكيمة ومتناسبة مع مقتضيات السياسة العملية والبراغماتية لكن علي عليه السلام رفض هذا المقترح رفضا قاطعا لماذا؟ قال لهم هذه الأموال ليست أموالي حتى أنا أتغاضى عن الماضي وأوزع منها ما أشاء كيف ما أشاء ما بأيدي أولئك القوم من أموال هي حقوق الناس أخذوها من دون وجه حق وما تقولون أن علي أن أوزعه من دون عدالة ومساواة على البعض هذه حقوق الناس وأنا الآن في موقع المسؤولية والناس قد أوكلوني ببيعتهم أن أسترد هذه الحقوق المنهوبة أو التي وزعت من دون وجه حق أن أعيدها إليهم فكيف تطلبون مني أن أقوم بغير ذلك أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليهم من أهل الإسلام والله لا أفعل ذلك لو كان هذا المال لي لسويت بينهم فيه كيف وإنما هي أموالهم هذا أولا ثانيا الظروف أصلا الثورية التي أتت بعلي عليه السلام في هذا الموقع الناس كانوا قد ثاروا على تلك السياسات المالية الخاطئة السابقة وبالتالي جاءوا بعلي عليه السلام من أجل تصحيح ذلك فإذا الإمام تخلى عن سياسته العادلة والتي أعلن عن ضرورة المساواة بين المسلمين واسترداد الحقوق فهذا يعني ترسيخ الفساد المالي الذي لجأ الناس إلى علي من أجل اقتلاعه من جذوره ثم جاء السلمان في كتابه بأبيات من الشعر أحببت أن لا أفوتها لعظيم مضمونها وروعة مضمونها وهي جاء بها بعد أن تحدث عن مبيت علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة الهجرة يقول الشاعر ولا تنسى صهر المصطفى وابن عمه فقد كان حبرا للعلوم وسيدا وفادا رسول الله طوعا بنفسه عشية لما بالفراش توسدا ومن كان مولاه النبي فقد غدا علي له بالحق مولا ومنجدا ما استشرفه أمير المؤمنين علي عليه السلام من ردود فعل عنيفة وتزوير للحقائق وإثارة لرأي العام وتجييش الجيوش وخلق الفتن فعلا هذا كله حصل وانتهى بمقتله في محراب الصلاة مما زاد الأمور سوءا وتعقيدا في تنفيذ هذه الإجراءات والسياسات التي أعلن عنها علي عليه السلام أن عددا من كبار المسؤولين الذين اعتمد عليهم علي عليه السلام في تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية وهذا المشروع الإصلاحي صاروا يتخلون عن علي عليه السلام لأسباب متعددة واحدة منها أن بعض الناس عندما تكون الإجراءات والقرارات تمس الآخرين تشوف إنسان مبدئي ولكن بمجرد ما تأتي الحديدة الحامية وتقترب منه تجده هنا ينقلب على تلك المبادئ وعلى تلك القوانين بعض الناس هاكرا هذا نموذج نموذج آخر غرهم غرهم بريق الذهب الذي أغدقه عليهم معاوية ضمن صراعه مع علي عليه السلام البعض وجدوا أنفسهم فوق القانون فاتخذوا إجراءات غير قانونية فحاسبهم علي عليه السلام أو عزلهم والبعض اختلسوا اختلسوا من بيت المال فعاقبهم علي أو هربوا ولجأوا إلى المعسكر الآخر ووقفوا ضد مشروع علي عليه السلام الأمور لم تقف عند هذا الحد هؤلاء كانوا من الشخصيات والأعيان وكل منهم عنده حزب أو قبيلة فعندما ينقلب على علي ويتجه هناك تجد هذه القبيلة وتجد هذا الحزب يتحزب ضد علي عليه السلام بعد أن كان معه إذن هناك مشكلة أخرى واجهها علي عليه السلام أصحاب المصالح هؤلاء المسؤولون الفاسدون أو الذين فسدوا ثم بعد ذلك عامة الناس الذين التفوا حول هؤلاء الذين انحرفوا عن علي عليه السلام من هنا نقول عندما تكون هناك نوايا صادقة للإصلاح لدى المسؤولين ولمواجهة الفساد ولتدهور الأوضاع الإدارية في أي بلد فإن هذا لا يتحقق من طرف واحد ولا يتوقع أن يتم ذلك على يد الجهات الرسمية فحسب وإن كانت هي العمدة في تحمل هذه المسؤولية الجهات الرسمية هي العمدة في تحمل مسؤولية الإصلاح ومواجهة الفساد فالمواطن والموظف والمدير والمسؤول من خلال بعض المفاهيم الخاطئة التي يتبناها والسلوكيات المعوجة التي ينتهجها وبلحاظ تضارب المصالح وما اعتاد عليه وركن إليه من صور التسيب الإداري والسكون إلى سياسات الدولة الرعوية وغياب الرقابة والمحسوبية وتجاوز القانون والأمن من العقوبة وتبادل المصالح فإنه قد يعمل ولربما من حيث لا يدري أو لا يريد يعمل على إعاقة الجهود الصادقة للإصلاح والتقويم متى ما وجدت هذا إن لم يفشلها ويبطلها وهو ما يستدعي نقد الذات ومواجهة النفس بأخطائها والعمل على مقاومة النفس وصولاً لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإصلاح المنشود وأما على صعيد طوفان الأقصى وارتداداته فإن الصورة باتت أوضحة من كل يوم أن الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية للعدو الصهيوني تتدحرج بشكل كبير نحو الهاوية وأن النصر المدوئات بإذن الله تعالى فهو الثمن الوحيد لدماء المجاهدين والأبرياء ولمقاومتهم ولصبرهم الأسطوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر